ذانوية واطار أقدم مؤسسة تعليمية بولايات الشمال تعيش على وقع انتظام الدروس داخل أقسامها الثمانية والعشرين للعام الدراسي الجديد بتلاميذها الذين يتجاوزون حدود ألف وثمانمائة دلميذ شرعت أبوابها شغب لا يقام لدى هؤلاء التلاميذ بحلقات الدراسة داخل هذه المؤسسة العريقة فمن الطالب يدرس في ذي الثانوية وبحد ذاته إنجاز كون هي من أقدم الثانويات في ذلك الجزء من البلاد بيهلي مرق تياسر من الوطر من بداية الافتتاح الدراسي جينا نحن تلاميذ طلاب الأداب والتلاميذ كاملين جاءوا في الوقت المناسب وحضرت تلاميذ كاملين وبداية مولي الدروس تنعطانا وفم مؤشر على أنه قد يتحسن المستوى على تنطلاقها من الامتحال والدرع يجو نتائجة جيدة على ما أعتقد أخورة حتى بيعني نقراف ذي ليسة لمن أقدم المدارسة في موليثانة وأكبرها وزينها وخاطعا تميزة بياسر من شو ويستنموا لي طرعنا ياسر من شاء الله قرينا فول السبوع وخلقت القراءة وطلعت العميد من شاء الله ويؤكد الطاقم التدريسي على تقديم الدروس المطلوبة في المواعد المحددة في ظل الاتمام الرسمي بالعملية التربوية جميع الأستاذة كانوا متواجدين هنا يوم أذنين أكتوبر بدأت الدروس الحمد لله تنتمي بدأ الأستاذة بطبع جبروا تلاميدي قررهم وذا كان شيء يذكر فيشكر الحمد لله الجهود اللي وارك مقام بيها من قبل الحكومة من أجل إعطاء صورة جيدة عند اللي قال المدرسة الجمهورية بالطبع شيء زين عندنا نحن كأستاذة لأن نختاروا تلاميدي ما يعود فيما تيابيناتهم أي فروق من السنة الماضية اللي أحو أن فهم اهتمام بالتعليم بدأت من السنة الثانية اللي هي سنة الجمهورية هذه السنة واندي من فخامة الرئيس الجمهورية قال عن أعطى تعليمات عني السنة اللي عود الافتتاح متميز وفعلا فهم شوي لوحظة في التميز ذلك تميزه عن السنوات الماضية أن طاقم التدريس لأول مرة يتلاحق عند الافتتاح واللاراجين من عند مولانا إن شاء الله ذلك الاهتمام يستمر مع نهاية السنة منشأة تربوية ظلت تواصل وعطاها العلمي والتهديبي منذ إنشاءها ستينيات القرن الماضي هذه الثانوية تأسد الله فتحت أبوابه 1960 أول دراسة فيها والحمد لله من ذلك التاريخ اللي عطاءها واستمر خرجت ياسر من أوطر موريتان لأكفاء والحمد لله بدأنا السنة من 2 أكتوبر كان حضور الأساتذة 100% لكن بمنقص حضور تلاميذ وهذا لا نذكر به الآباء بداية السنة دراسية بدأت بانتظام وأساتذتهم أكفاء وبدأوا الحمد لله معرفات تقدموا في الدروس وراجبنا عند مولانا لنمعود نجاح من السنة أفضل مؤسسة ثانوية تحاول جاهدة كسب رهان التحصيل العلمي وزيادة نوعية في نسب النجاح على مستوى المسابقات الوطنية لروادها بالتوازي مع يرساء معالم المدرسة الجمهورية الفاقف للشيباني قناة الموريتانية مدينة أطار